فلوس أو أنه هو يعمل عملية تحويل مالي من حساب لحساب بس دي هي الهاكينج هي تعتبر نوع من أنواع الهاكينج بذلك ما هي جريمة فلكن الحالة اللي احنا بنتكلم فيه هي الجرام اللي بتعتمد على أن حد بيخش على موقع الموقع ده بيكون غير موثوق فيه ما بيتتبعش معايير الأمان اللي هي المفروض للمواطن الطبيعي ياخد باله منها والناس تفتقد برضو المعلومات في الحتة دي ويقوم بعملية شراء من أخطر الأركان اللي هي بتؤدي للجرام دي أن يكون عملية الشراء ما بين البائع والشاري فقط دون وجود طرف تالت اللي هو الشراء ممكن نسأل حرك سؤال؟ حرك أحد خبراء أمن المعلومات البارزين الحقيقة في مصر من معلومات وخبرة حضرتك هل فيه قانون عندي بيعاقب المجرم إلكترونيا؟ أه طبعا أصلا فيه قوانين موجودة للإجرام عامة وبتستخدم حاليا لأن لسه زي ما حريك عارفة أن احنا بصدد التشريع اللي كان ماليه دكتور ندال بتاع لجنة الاتصالات وبالتالي احنا لسه لغاية النهاردة فيه قانون خاص بالجرام الإلكترونية ولكن المواطن الطبيعي يعمل إيه؟ أما يجي يتعامل مع موقع المفروض يتعامل مع الموقع اللي هو طرف في عملية البيع يعني فيه مواقع موجودة دلوقتي على الإنترنت حضرتك بتتواصل مع البائع أو المشتري منك ليه دون وجود الشرك وفيه مواقع أخرى حضرتك ما تحب تشتري منتج أو تتعاملي في حاجة بتعمل الأوردر مع الشركة الشركة بتجيب لحضرتك المنتج من خلال وسيلة التوصيل بتاعتها وبتضمن لحضرتك والمشتري أنتو الاتنين بتضمن لكوا حقوق وبتطبق الفاتورة الضربية وبتطبق المعايير الأمنية طيب لغاية أنا دخلت على النت طلبت من موقع من مواقع الشراء طلبت الموبايل واي بعتولي اكس تمام ورفضوا يرجعوا لي فلوس لا حضرتك لا ما فيه إصالات وفيه ورق وفيه حاجات زي كده بتبقى معمولة عارفة دارية ترجع لي لإحماية المستهلك في الحالة دي إحماية المستهلك كده ما بقتش قانون إنترنت كده بقت غش منتج أنا طلبت منتج وجالي منتج تاني زي بالضبط لما يحصل one to one على الحقيقة بس في حالة one to one حضرتك ما عندكيش لعنوان ولا بيانات للشخص اللي عمل معك كده فمش دارية قضي حد لأن الشخص بتقابليه حضرتك في الشارع واتخدي منه الحاجة لكن في الحالة الأخرى الشركة بتاخد من عند حركة المنتج وبتوصله للشخص الآخر وهي عندها الإسم والبيانات وكل حاجة وما بتاخد الفلوس من الشخص اللي اشترى بتسابها عندها 14 يوم عشان لو حضرتك عندك مشكلة في المنتج من حقك 14 يوم ارتجاع للمنتج ترجعيه أو تستبدليه أو أي حاجة بعد 14 يوم البائع من حقه ياخد الفلوس ده بينطبق على النات كمان؟ ده اللي بكلم حالي عن نت؟ ده موجود 14 يوم؟ آه ده موجود لأنه هو بتعمل بفطير ضريبية هو باعلى حرك منتج بفطورة ضريبية حرك من حقك 14 يوم بالفطورة دي نفترجعها على الشركة من غير الانلاين على الحقيقة ده بيحصل الحقيقة في محلات بتحط لك يافطة وارك كده البيع وتقول لك ما عنديش حاجة اسمها 14 يوم أيوة يا فندم ده قانون حماية المستهل يقول لك this is my internal policy دي policy الداخلية بتاعتي قابل على كده اشتري مش قابل ما تشتريش لا هو ده قاطعة طالية القانون على حد معلوماتي ووحمات المستهلك تطبع عليه جزئات وبتخش طرف في الموضوع أنا بس اللي يهمني أن الناس تبقى عارفاء أن فيه ناس بتحب توفر أو تفاصل فيقول أنا لو خدت من الشركة ما فيش مجال للفصال لكن لما أخذ من موقع مني للمشتري أنا بتكلم على الإنترنت يعني في موقعين على الإنترنت هوفر فلوس الوسيط اللي في النص بالزبط العمولة وفي نفس الوقت أنا ممكن أضغط على الشخص اللي بيبيع المنتج ده أقول له الموبايل ده بدل ما هو بألف أنا أخذه منك بـ 800 ما هي بتبقى وان تو وان من غير الشركة وما فيش فوطير ضربية وما فيش أي حاجة بس برضو الرزق عالي فيها والخطور عالية لأن حضراتك من ضمن الحاجات ممكن ما تبقاش قتل يعني من أحد الحوادث الشهيرة جدا واحد باع موبايل لحد فراح يقابله فقدّله الفلوس فبعد ما أخذ منه الفلوس وعدها الشخص يعني حضرتك اللي بيبيع بالزبط كده خد الفلوس وعدها فالرجل اللي شارع الموبايل قال له طبعا أنا عايز أطلع بالموبايل ده على الشركة أتطمن أن الموبايل ده مفهوش حاجة وما تفتحش قبل كده فالرجل يقول له ده جديد وبتاع فمن هنا لهنا قال له طب خلاص مش عايز البيع خد الفلوس حطها في جيب وبعد ثلاث دقايق قال له ولا أقولك خلاص أنا هاخد الموبايل ادّله الفلوس تاني مرة الراجل لما خد الفلوس ما عدهاش تاني مرة هيتطلعها الأولانية يديها للشخص يعدها تاني مرة حضرتك مش هتعد الفلوس لأنك خدتها وعدتها أول مرة وعملهم بنفس الحجب ونفس الوزن ده تمسك الراجل ده لا والرجل لأسف باع موبايل كان تماما عشر تلاف جنيه بمتين أربعة وثلاثين جنيه فدي كلها خدعة بسبب الوانت وان بسبب الوانت وان